شكراً أخي مراد أولاً هاد السيدة مشيفوك القانون هاد السيدة مغربية عندها الكرت الناسيونال دي المغرب عندها الباسبور دي المغرب ومقيمة في المغرب يعني ماشي شي بحدة اللي انفصالية بحل ذلك الانفصالي اللي كين في إسبانيا ولا في اسميته هذه مغربية يعني هاد السيدة رابحة بحل الباقي المغربة يعني را القانون اللي غي سريع للناس بحد أخرين غي سريع لها هي فالهيئة دي النقرات باش توضع الشيكاية بهاد أمينته حي داره وحده شيكاية توجهت إلى السيد رئيس النيابة العامة وحده سيد وكل عام بالمحكمة للسينف بالرباط فيها المحتوى دي الشيكاية التشهير تهديد تهديد المملكة المغربية الخيانة الوطن تخبر معاجهات أجنبية وإهانة الأمن الوطني والسبو الشتم لأن اللي وقع مؤخرا يعني للمغاربة صفيرة ما بقاوش دباق قابلين هاد المسائل يعني السيدة ولا تفوق القانون يعني تفتيش كين واحد النقطة دي اللي تفتيش كين في الصحراء قتلين بأن انتوما تتواجدوا يعني غير قانونيين في أرض محتلة وكذا وكذا دي اللي بسالة دي لدي السيدة هادي يعني ما غاد يش يكون لها حد فأيام غريبية غاد يتحكم كباقي الناس احنا كان طالبوا من هاد المنبر هادا رئاسة نيب العمام باشتفع على هاد الشيكاية والسيد وكيل العام اللي معروف عليهم بالنزهة هادي تهيام غريبية والمغاربة دبا كلهم كلهم لا في المغرب ولا خارج المغرب كيتسألوا لأن هادي وليت بحل شي بسالة ولو الناس دبا كيتطاولوا على الأمن الوطني تطاولوا على المملكة المغربية تطاولوا على الحرية دي المواطنين واحدة أخرين لأن مي وقفات هي في هادك النقطة تفتيش رادرت عرقالة هاد الشيكو كان وقع الواحد الانسان اللي عادي لما يتسنى وتال يدر عما ولا هاد يدير تدير شي كاية رخصة تعتاقل على مالاش كون فوق منها هاد يش كون عاد قلنا الامم المتحدة بسالة راه الانسان اللي تكون في الامم المتحدة ولا تكون عنده ايش شي منصيب رك يحترم الحقوق دي الناس وعادة قرين هي ما محترماش تاسميتهم ما بغاش تحييدهم طريق وكتصور لرجال الامن يعني راه واحد المشكلة كبيرة صراحة يعني مقارنة مع الأستاذ الماديمي الأستاذ الماديمي أشرف من هاد السيدة هادي صراحة يعني هادك شي اللي دار الماديمي راه ما شي توحد في المياه دي الهاد السيدة هادي والبسالة الامغاربة بغي يشوفو القانون يتطبق على الجاميع احنا الحمد لله معدناش مغربي درجة واحد ودرجة جوج ودرجة ثلاثة ودرجة أربعة احنا مغاربة سواسية ما القانون ولكين هاد السيدة هادي خلقت جادال في البلاد الناس راه كلهم تيتكلموا عليها بأن هاد السيدة ما لا شكون غايكون فوق منا شكون غايكون حاميها قاع شكون تطبق على القانون دي المغرب هي كينا في المغرب تطبق لها هي والمجموع اللي معاها اللي ديرين مسيرة بدون ترخيص ديرين بزاف ديال الحواج يعني تيتكلموا علي الدولة وتيتكلموا علي البلاد وكتتصور واحد رجل الامن لكي يقوم بواحد المهمة دياله يعني تتشوف رجل الامن بغاي تطبق القانون معا من غاي تطبق يعني مع المثالة نيجا صراحة هاد شي رخاص يدار لي حل وحنا كهيئة احنا غادي ان شاء الله غادي انتبعوا هاد الشيكايات وربما غادي نديروا واحد وقفة احتجاجية عليها هي وعلى واحد السيدة اخر اللي هوتي يحسب راسه بانه فوق القانون يعني في القارب العاجل حنا لكنا نوجدو هاد المسائيل ان شاء الله شاء الله لدينا عود للموضوع انتبعوا لعاوة الخناقين لنكرارة كإعلان موقع الصحفيين الشيك تاني من اللقاء هذا هو القضية ديال دونيا باطمة واحد مجموع من الشمهور هي الارض المتعاطئين معاها بغاو يعرفوا الجديد دين هذه القضية كين بعد الشيكايات اللي كنا وضعنا ديال الاخت الفنانة ديالنا دونيا باطمة راه توصل بهم السيد ووكيل المالك ديال مدينة مراكش نهار تسعوود فات الشهر هذا يعني كين ضد هذيك اللي في فرنسا وكين واحد سيدة واحد مهم كين واحد الشيكايات راه توصل بهم السيد ووكيل المالك دمرا ربما غادي ستمعوا الدنيا وابتسام وذلك السيدة اللي كينتها هي في الانجليز يعني كين الشيكايات راه توصل بهم السيد ووكيل المالك ورا خبرونا بهذا بهذا الاجراء اللي الدار كيش اضافة؟ واذا فات واحد ما كين فوق القانون يعني هاد السيدة هذي المسؤولين خاصهم يكونوا تهوما يتصمتوا للشاريع راه المغاربة كلهم ساختين علي هاد السيدة هذي راه ما يمكنش هاد السيدات تكون فوق القانون اللي ما تقول لي هادك تتهين هادك الرجل الامن احنا راه الغير اللي كتجين علي هاد المسؤولين فمتيني راه شحب ما عاد يقولك لا راه يعني الادارة العامة الامن الوطانية والقادة ارعات اموتي يحمي ورسم فعلا راه ما محتاجين لنا ولكن احنا الدور دينا كهيئة احنا راه ودعنا شي كهيئة يخصنا يتفتح فيها تحقيق مع هاد السيدة ومع هادك المجموعة اللي كانوا معها ولي كانوا ديرين اللايف يعني كي يصوروا تاسميتوه تشهير وكلام يعني جمعية المدافعين على حقوق سميتوه ضد الدولة محتلة ولا معرفة في المغاربة يقول هاد الكلام راه الناس تقلقوا ورا كل شيء كل شيء غضبان علي هاد السيدة وتنطلم الرئيسة النيابة العامة والسيد وكيل العام باش ياخدوا الإجراءات يعني في اقرب وقت لان هاد السيدة هاد خطار على البلاد ماشي خطار هاد راه تدسروا واحد اخرين راه ما غايدير قوائره شير للدولة لما اخداد شيء واحد الاجراء يكون صارم ضد هاد السيدة وذيك المجموعة راه غايد ترقب وراكين مصائب غايد تكون في هاد البلاد وما غايد يكون شير هاد العجب هاد راه يقول لي اي واحد يبدي تطاول على الرجل الام اي واحد يبدي تطاول على القضاء لا دابا القاضي قادي متان واحد في المحكامة شنوه المغرب يرات يحتارموه ولكن ينا ما مقلش عنده القيمة راه يقول لي دريل صغار يبدو يصبوه فيه كما تيوقع دابا مع هادوك اللي عنده قانات فما عارض فين فين قارة يعني انطالبوه باش يتفتح تقيق والمغاربة راه سوا سيام القانون واللي غي يتبت بان المغاربة منطلجة القويرة دارها جاو احدا كاملين وهاد السيدة قصد تحاكم ولا ما بقيش نديرو شي كيث بتشيحة ان هاد السيدة اللي كانت خرج على القانون تا هادك الماديمية تلقوه وتلقو هادوك الناس دي العشرين فبراير وتلقوه الناس دي الريف يعني راه كاريته هاد يعني هاد السيدة هاده قصد تعاقب وشكرا سيمراد